بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد نتابع قراءتنا في كتاب ثراتنا الفكر في ميزان الشرع والعقل للشيخ محمد الغزالي رحمه الله ورحمة واسعة ونحن اليوم بصدد الحلقة الثالثة عشرة ونقرأ فيها فقرة من الفصل الرابع وعنوان هذه الفقرة شعاع من عظمة الله وهي الفقرة ما قبل الأخيرة في هذا الفصل الرابع يقول في فقرة شعاع من عظمة الله مصنع السيارات في أوروبا وأمريكا يخرج السيارات قوية الآلات أنيقة المظهر ثم تنقطع صيلته بها بعد بيعها فليس يدري من راكبها ولا كم ميلا قطعت ولا أين تنطلق أو تتوقف لقد صنعها وغابت عنه وغاب عنها هل العالم كله وهو صنع الله الذي أتقن كل شيء يسير على هذا الغرار اكتسب وجوده من خالقه ثم صار وحده مستقلا بنفسه كلا كلا إن الإشراف الأعلى يكتنف حركاته وسكاناته من جميع جهاته وقد اتفق المؤمنون على أن الكون يستمد بقاءه ونظامه لحظة فلحظة من رب العالمين فالقمر يدور حول الأرض ليست له عيون يبسر بها المصار ولا بها خزانات وقود يقطع بها الطريق إنما يشرق ويغرب بهداية خالقه والأرض التي نحي فوقها مهاد جدير بالدراسة بدءا من قشرتها اليابسة إلى مركزها الحافل بالمواد المسهورة والسواء الحارقة إن العلم الإلهي يخترق أمعاءها ويضبط كل ظرة فيها لو شاء زلزلها فهلكنا أو ثبتها فبقينا وفي القشرة الأرضية ألوف من أنواع النبات بين أزهار وحشائش وحبوب كل نبتة فيها تحت سمع الخالق وبصره منذ وضعت البدر إلى أن تم الحصاد وكذلك سائر الأحياء وإلى هذا يشير القرآن الكريم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من نوثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد إن بيوتنا تضاء من تيار كهربي يجيء من خارجها قد قرر العلماء أن وجود العالم ليس من ذاته وإنما هو مفاض عليه من البديع الأعلى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتاء نمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا أعرف أنه ليس في هذا الكلام جديد وما أحسب مسلما يماري فيه لكن بعض الناس تساءل كيف يدير الله العالم كيف يدبر أمره كيف يضحك ويبكي ويميت ويحي كيف تتعلق صفاته بالمجرات الكبيرة في الوقت نفسه الذي تتعلق فيه بالضرات التي لا تكاد تبين إنه من الممكن أن أحيادون الاشتغال بهذه الأسئلة فأنا أحيادون أن أعرف سر الروح السارية في أوصالي وأحيادون أن أعرف سر الضوء الذي يغمر الآفاق هذه أسئلة يدفع إليها الفضول والتطاول والذين اشتغلوا بها وبنوا عليها نتائج مهمة تهو إلى متناقضات فمنهم من ذان بوحدة الوجود وظن علاقة الله بالكون كعلاقة الروح بالجسد وهذا جنون وقع فيه بعض المتصوفة ومنهم من ألغى قانون السببية وظن أن الإيمان لا يصح أو لا يتم إلا إذا قلت في كل شيء الفاعل هو الله فإن أفهمته أن هناك شبكة من الأسباب ينتظم بها الوجود قد تكون غطاء القدرة العليا ولكن القادر الأعلى قد ناط بها الحياة والموت والحركة والسكون ظن بك الظنون إن القرآن الكريم تحدث عن الأسباب التي تكمن وراء ما نرى وما لا نرى من الموجودات يقول تعالى وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً تَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتِنَا الْفَافًا ويقول هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وقد تقرر في تجاربنا أن الماء يروي وأن النار تحرق وأن السكين يقطع وأنه أشاب الصغير وأفن الكبير كر الغداة ومر العشي وقد نسب القرآن الكريم الأعمال إلهية إلى الأشياء التي لا تعاب كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتُكْ لَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وقال العلماء إن هذا على سبيل المجاز والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه والأسباب كثيرة ومعقدة ومتراكبة ونحن ننسب النتائج إليها من باب الإلف والحس فلابد في الدرية من زواج ولكن ما يصنع الزوجين إنهما عند التأمل لا يخلقان شيئا وهل التراب والماء حول بذرة القمح يصنعان السكر والنشا والعناصر الأخرى في حبة القمح؟ إنه في دراع من الأرض تنبت شجيرات متجاورة للورد والنعناع والقرنفل والجرجير ما الذي هدى التراب إلى التفاعل مع كل شجير حتى تنضج وفق خصائصها وطعومها وروائحها؟ الواقع أن غشاء الأسباب قد يرق جدا أمام بعض العيون فلا ترى إلا الصفات الإلهية وقد يغلض أمام عيون أخرى فلا ترى إلا الأسباب الحسية وبعد أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء عبر عما ترى بما تريد فلا حرج وقد تمهلت كثيرا في تصديق ناظم العقائد عندنا ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذلك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفد وربما قال بعضهم إن الجاذبية الأرضية بطبيعتها تضم الأشخاص والأشياء إلى هذا الكوكب وتسترد ما يحاول الإفلات منه فتسقطه لا حرج عليك أن تقول هذا ما دمت مؤمنا بقوله تعالى ألم نجعالي لاردك فاتا أحياء وأمواتا هذا الكفت وهو الجذب والضم من صنع الله وحده وقانون الجاذبية تصوير له فإذا نسبت إليه ما يقع فلا حرج والتعبير مجازي وقانون الأجسام الطافية ثابت إنه معرفة لبعض خصائص الماء في حمل الأوزان والأحجام وهو من دلائل القدر العليا ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام تستطيع أن تنسب سبح السفن إلى السبب أو إلى خالق السبب متنقلا بين الحقيقة والمجاز والمهم اليقين بعمل الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قال لي أحد التلامدة لا مجاز في القرآن فقلت له أين الأغلال في أعناق الكافرين الذين قال القرآن عنهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في إلى لذقان فهم مقمحون وإن السدود التي تحيط بهم من خلف ومن أمام في قوله سبحانه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يا بني إن المجاز موجود في الكتاب والسنة وآذاب العرب بل موجود في ألسنة الناس كلهم من عجم وعرب الغريب أن الطالب الشارع يقاوم بما لا يفهم فانصرفت عنه حتى لا يتهمني بالكفر وما أيسر ذلك على بعض الناس إن عمل القدر العليا متنوع وراء صنوف الخلق إن هذه القدر وراء العقل المفكر ووراء الغريز المهتاجة ووراء النبات الذي يشق التربة صعدا ووراء الجماد الذي لا يتحرك إلا أن يحركه الآخرون وبعض الناس يقول ما دامت القدر وراء الشجر والحجر فهما سواء وما دامت وراء البشر والبقر فهما في فقدان الإرادة المستقلة سواء وهذا فكر مردود فإن الله وزع الخصائص على صنوف الخلق وهدى كل نوع إلى أداء وظيفته وجعل الإنسان مسؤولا برأسه عن نفسه ولم يجعل الحيوان كذلك والإنسان بطبيعته طلعة إلى استكشاف المجهول ويود لو يعرف كيف تتفاوت القدرة وتتفاوت الأقدار وراء أنواع المخلوقات فهل جهازه العقلي يقدر على اكتناف ذلك؟ لقد حاول إبراهيم عليه السلام أن يعرف شيئا من ذلك عندما قال لله ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ فيما أجيب لقد رأى بالفعل أن الله أحيى الموتى إذ عادت الطيور المدبوحة إلى الحياة مرة ثانية فهل عرف كيف؟ إن ذلك فوق طاقتنا إن نحن البشر خلقنا لأداء رسالة كبيرة على ظهر الأرض ومنحنا حرية الحركة يمنة ويسرة وقيل لكل امرئ أن تصانع مستقبلك إما إلى جنة وإما إلى نار فهل يستطيع نابغة أو بليد أن يعرف كيف يتم التنسيق بين عمينا المستقل وإشراف الله على حياتنا وإدارته لأجهزتنا؟ ما يستطيع اكتناه ذلك بشر وإن كان حقا وعجزنا عن ذلك لا يعني أن الحجر والبشر سواء في الوجود والوظيفة والغاية المرسومة وفي ذلك يقول أبو حنيفة رضي الله عنها هذه مسألة قد استعصت على الناس فأنا يطيقونها هذه مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها فإن وجد مفتاحها علم ما فيها ولن يفتح إلا بمخبر من الله يأتي بما عنده ويأتي ببينة وبرهان وقد قال القوم من أهل الجدد بعدما أعياهم البحث في هذه المسألة أما علمتم أن الناظر في القدر كالناظر في شعاع الشمس كلما ازداد نظرا ازداد حيرة ويقول أستاذنا الشيخ محمد أبو ظهرة لقد اندفع العلماء في هذه الحومة من الجدل وتباينت أقوالهم واختلفوا وكان اختلافهم في أمر فيه متسع للخلاف ولم يكن في أمر معروف من الدين بالضرورة إنما كان خلافا فلسفيا على هامش الاعتقاد وليس في لبه وهو على أي حال اختلاف يظل السار فيه ولا يجد علما من أعلام الهداية ينتهي عنده ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالقدر خيره وشره وقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه كل شيء بقذاء وقضر حتى العجز والكيس رواه مسلم وكان الصحابة يؤمنون بقدرة الله تعالى وبأنه خالق كل شيء ويؤمنون بالقدر ولا يخوضون فيه بل إذا جاء القدر أمسكوا ولكن الذين يريدون أن يثيروا الحيرة الفكرية بين المسلمين كانوا ولا يزالون يثيرون الكلام في القضاء والقضر وصلته بالتكاليف والثواب والعقاب ولقد سأل بعض الناس الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن القضاء والقضر وصلته بالجزاء فأجابه علي بما يزيل الشبهة من غير خوض ثم ختم كلامه بقوله إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف تيسيرا ولم يعصى مغلوبا ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثا ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار انتهى كلام الإمام علي وإن الذي يستخلص من كلام الإمام علي بن أبي طالب الذي نقلناه آنفا أن علينا أن نطيع الله تعالى فيما أمرنا به وأن نتجنب ما نهانا عنه وحسبنا في ذلك أننا نعلم ونحس ونشعر بأننا مختارون فيما نفعل وأننا في استطاعتنا أن نفعل وأن لا نفعل وأنه يكفي ذلك لنشعر بما يجب علينا وما لا يصح لنا إن الاشتغال عن ذلك بتعرف أمر مغلق قد ضاع مفتاحه لا يجدي فتيلة ولقد قال في ذلك الإمام الصادق رضي الله عنه إن الله تعالى أراد بنا شيئا وأراد منا شيئا فما أراده بنا طواه عنا وما أراده منا أظهره لنا فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا انتهى كلام الإمام الصادق فهو رضي الله عنه يندد بالذين ينصرفون عن التكليف إلى الكلام فيما كتبه الله علينا من خير أو شر وإن العصات هم الذين يبررون عصيانهم بما كتبه الله تعالى ومنهم الذين يثيرون هذه القضية ليضعف العزائم عن العمل لقد صور الأشعاري المسؤولي الإنساني عن العمل بكلمة الكسب والاكتساب وصورها المعتزل بكلمة خلق الأفعال ويقول المشير أحمد عزة في كتابه الدين والعلم إن هذه العناوين الكلامية تختلف ألفاظا وتتقارب دلالات ولا معنى للانقصام حولها والتنابز بالألقاب والرجل صادق في حسه وما كان ينبغي أن تتألف فرق لخلافات شكلية في أغلبها وإن كنا نلحظ أن الأشاعرة أكثر مع الله أدبا فهم يثبثون له وصف الحكمة ولا يقولون يجب عليه فعل الصلاح والأصلح ويفردونه بصفة الخلق ولا يقولون عن الإنسان إنه خالق أفعاله وإن كان مسؤولا عنها وإظهر أن تأثر المعتزل بفلسفة الإغريق وراء هذا الشطط وليت المسلمين ما قرأوا هذه الفلسفة ولا صح حولها ترجمة إن إثمها أكبر من نفعها ومن الخير أن نعود إلى ينبوع القرآن نستقي منه ونستفيد فداك أولى وأصح نكتفي بهذا القدر في الفصل الرابع في فقرة قرأناها بعنوان شعاع من عظمة الله وإن شاء الله في الحلقة الرابعة عشر سنقرأ الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع وسيكون عنوانها ليس الذي يبني كمن شأنه الهذم يقول فيه وقد عشت بين المتدينين من هوات محترفين فرأيت عددا منهم ينسى الأصور ويبالغ في الفروع ويخفي وراء كلمة الإسلام صلفا يثير الدهشة وهو يرى القشة عند غيره ويذهل عن الخشبة في عينه كان ابن ملجم يرى علي جديرا بالقتل أما هو فمن أهل الفردوس الأعلى وفي تدبري للقرآن الكريم والسنة الشريفة رأيت الإسلام يبني الشخصي الإسلامي على سلامة الفطرة وأصالة الفكر فمن فزت فطرته وغامت فكرته هبطت عبادته فما تساوي عند الله شيئا وما يذكر إلا أولو الباب وعلى هذه الأسس يقوم الإصلاح الحقيقي للنفس البشرية وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته